توجيهات عاجلة للسيد عبد الملك الحوثي بشأن السفير الامريكي والمساد بصنعاء تفاصيل عاجلة وجه السيد عبد الملك الحوثي بسرعة الى محاسبة من قام بنهب منزل رجل الاعمال محمد الحيفي الذي حاولت بعض القيادات مصادرة منزله وامواله بحجة انه عميل للمساد وكان منزله سكن للسفير الامريكي وهو فار من صنعاء وبعد ظهور محمد الحيفي في مقطع فيديو ليؤكد انه متواجد في صنعاء وان منزله ومنتلكاته تتعرض للنهب وجميع الاتهامات الموجهة اليه باطلة وفي مقطع ناشد السيد عبد الملك الحوثي لانصافه وقد جرى تداول الفيديو بشكل واسع كما قامت قناة الساحات تابعة للشيخ سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الاعلى بنشر الفيديو وبشكل عاجل تدخل السيد عبد الملك الحوثي ووجه بسرعة الى اعادة فيلا محمد الحيفي له واعادة ممتلكاته ومحاسبة من يحاولون مصادرة ممتلكات الناس وتلقى رجل الاعمال محمد الحيفي اتصالا يبلغه انه جرى حل مشكلته ويستطيع الذهاب الى الفيلا الخاص به وانه يجري محاسبة من حاول نهبه اللهم احفظ اليمن واهلها اللهم من اراد باليمن سوءا فاجعل تدبيره في تدميره